إلى صحيفة العربية الجديد وزير الدفاع الروسي السيطرة على بخموت أساسية لمواصلة الهجمات في أوكرانيا أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن السيطرة على مدينة بخموت الصناعية في شرق أوكرانيا أساسية لشن مزيد من الهجمات الروسية في منطقة دونيتسك وقال شويغو خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين نقله التلفزيون تشكل المدينة مركزا دفاعيا مهما للقوات الأوكرانية في منطقة دونباس السيطرة عليها ستسمح بهجمات إضافية في عمق قطوط القوات المسلحة الأوكرانية ويقاتل عناصر فاغنر على خط المواجهة في مدينة بخموت في شرقي أوكرانيا التي تسعى روسيا للسيطرة عليها منذ أشهر مع سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الجانبين انتقد رئيس فاغنر يذيغني برغجين وزير الدفاع الروسي عدة مرات إلى حد وصمه بالخيانة بعد تأخر وصول الذخائر التي تحتاجها المجموعة من أجل مواصلة التقدم في هذه المدينة الاستراتيجية وفي مؤشر على استمرار التوترات ظهر يذيغني برغجين في شريط فيديو نشر نهاية الأسبوع وهو يحذر الجيش الروسي قائلا إذا انسحبت فاغنر الآن من بخموت فإن الجبهة بأكملها ستنهار وتابع ستنهار إلى حدود روسيا وربما أكثر بشكل عام لن يكون الوضع أفضل ما يكون وعلى الرغم من التوترات الشديدة بين فاغنر والجيش تقدمت القوات الروسية في الأيام الأخيرة في بخموت مهدتة بتطويق المدينة التي يواصل الأوكرانيون الدفاع عنها بشكل شرس ترجمة نانسي قنقر